نعم بالفعل بلدة برقة إلى الشمال الغربي من مدينة نابلس تتعرض لحصار منذ ليلة البارحة وحتى هذه اللحظة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق كبير على البلدة عقب عملية مداهمة واقتحام شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية حتى هذه اللحظة ونحن نتواجد على مشارف البلدة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية التمركز في محيط البلدة حيث هذه الطرق التي تربط قرى شمال غرب نابلس ببلدة برقة وصولا إلى أطراف جنين الجنوبية وأطراف تول كرم الشرقية يغلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي والأليات العسكرية تتمركز في هذه الطرقات وتواصل عملية منع عملية الدخول والخروج للمواطنين الفلسطينيين من هذه المنطقة طبعا هذا الأمر يمتد إلى أيضا طريق صباستيا وطريق بيت مرين عملية إغلاق شاملة وواسعة النطاق تتعرض لها بلدة برقة داخل البلدة انسحب قبل نحو الساعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل خلال ساعات الليل وساعات الفجر الأولى شرنا الاحتلال عملية مداهمات كبيرة وواسعة النطاق داخلها وأسفرت هذه العملية عن احتجاز عشرات الشبان وإجراء تحقيقات ميدانية وتخريب وتدمير منتلكات المنازل التي حول بعض منها إلى عملية أن تكون تكنة عسكرية لإجراء تحقيقات ميدانية هذا الأمر جاء في أعقاب هجوم للمستوطنين باتجاه البلدة أصفر عن حرق منزلين ومركبتين على الأطراف الغربية من بلدة برقة من مستوطنة حومش شن المستوطنون الليلة الماضية هذه الهجمة باتجاه البلدة وأصفر بطبيعة الحال عن إصابة اثنين من الفلسطينيين بالإصابات نتيجة الاعتداء خلال محاولتهم التصدي والدفاع عن منازلهم الليلة الماضية ذكرت منظمة قاد بلا حدود بأن مستوطنا أصيب بجراح طفيفة في إلقاء عبوة ناسفة محلية الصنع باتجاه مركبة للمستوطنين هذا ما وصف أنه ردا على الانتهاكات الاستيطانية في المنطقة سيما وأنه منذ السابع من أكتوبر أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يعرف بطريق بزاريا الذي يربط مدن تلكرم نابلس بالجنين ببعضها البعض وأعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح هذا الطريق كانت هناك خطوات احتجاجية من قبل المستوطنين بعدم السماح للمركبات الفلسطينية بالدخول إلى المنطقة ومنذ عملية إعادة الفتح قبل أسبوعين وتتواصل سلسلة الاحتداءات الاستيطانية برشق المركبات وإغلاق الطرق وإقامة حواجز حتى لمنع مركبات الفلسطينيين من العبور رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي داقان بالأمس وفي أعقاب إصابة مستوطن قال بأن السلطة الفلسطينية ترفع رأسها مجددا وأن على الجيش أن يكون هناك قبضة أمنية مشددة يطالب بشكل واضح الحكومة الإسرائيلية بإعادة فرض الإغلاق والحصار على مناطق شمال الغرب نابلس وإعادة إغلاق الطرق التي فتحها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا يتزامن مع سلسلة اقتحامات واسعة لأنها جيش الاحتلال في مناطق الضفة الغربية أصفرت عن اعتقال نحو عشرين فلسطينيا وفق نادي الأسير الفلسطيني لترتفع حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر إلى سبعة آلاف ومئة وعشرين حالة اعتقال هناك إصابة في بلد مدينة طوباص فجر هذا اليوم خلال اقتحام أصفر عن اعتقال ثلاثة شبان وسط اشتباكات مسلحة ودفع جيش الاحتلال الإسرائيلي بجرافة عسكرية إسرائيلية إلى المنطقة عملت على تدمير جزء لبعض مقاطع في البنى التحتية بالمدينة بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية برقين إلى الجنوب الغربي من مدينة جينين واعتقل شابا فلسطينيا واعتقال شاب آخر في بلدة علار إلى الشمال من مدينة تلكرم واشتباكات مسلحة كانت قد اندلعت في منطقة مدينة قلقيليا تبنت كتائب شهداء الأقصى مجموعات ليوت المجد المسؤولية عن الانخراط في عمليات إطلاق النار